تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتباعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجبها والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 503 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 127 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 60 طن كما تم ضبط أكثر من 62 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 752 قضية من بينها 251 قضية خبز ناقص الوزن ومائة وتسع عشرة قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قرابة 12 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر